موسيقى 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 لا شاك أنه فيه اختلاف كبير ظروف السجن أصبحت أصعب بكثير نتيجة الضغطات الإسرائيلية ونتيجة طبيعة المعتقلين أنفسهم لكن هو بظل اعتقال يبقى اعتقال مثل ومثل أي اعتقال آخر موسيقى الحقيقة أنا خرجت وأنا أحمل رسالة الأسرة رسالة الأسرة الإداريين رسالة الأسرة كبار السن المرضى الأشبال الصغار الأسيرات همهم واحد وهو يعني تصدير قضيتهم للوضع العالمي من أجل التخفيف من معاناتهم هم بحاجة إلى وقفة جادة من قبل المواطنين من أجل التخفيف عنهم وإطلاق صراحة الحقيقة هو الاعتقال كان قبل الانتخابات بكم يوم وكان الهدف تنغيص التجربة الديمقراطية باختصار يعني لا يوجد هناك بعد سياسي للقائمة التي كنت أمثلها نحن نمثل الكل البراوي وكان الهدف هو تنغيص فقط ومحاولة إفشال التجربة الديمقراطية لكن الحمد لله تمت الأمور على خير وحصلت الانتخابات وكان هناك تعاون من كافة أعضاء المجلس بانتخابي رئيسا لمجلس بلدية البراوي إن شاء الله السبت القادم هو البداية الرسمية للعمل في البلدية المشاريع عديدة حقيقة هناك مشاريع عديدة من أهمها سيكون هناك طبعا من كان قبلي وأنا من هذه المنصة أوجه الشكر لجميع أعضاء المجلس وأخص بالذكر الأستاذ عبد الحكيم تيم الذي كان قائم بأعمال رئيس البلدية ودار البلدية خلال الست شهور الماضية على أكمل وجه الفترة القادمة ستكون بإذن الله مميزة وسيشعر المواطن البراوي بنقلة نوعية على كافة الأصعد سنترك المشاريع وتفصيلاتها لاحقا إن شاء الله هناك بداية لأنه كل الوعدات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لا يتم إنجازها في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين مشاريع ضخمة وكبيرة وبحاجة إلى فترة زمنية من أجل إنجازها وشعور المواطن أن هناك تغيير حقيقي على الأرض هي حقيقة هذا أكبر عائق يواجه بلدية البراوي وكافة البلديات الأخرى الوضع المالي للسلطة معروف أن هناك ضائقة مالية وهناك مشكلة حقيقية وبلدية البراوي قد تكون أكبر بلدية تعاني من هذا الموضوع بسبب أنها أكبر مديونية للسلطة للبلدية هي بلدية البراوي كم ديونكم على السلطة؟ هناك ما يقارب الستين مليون شيكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر